السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة بوتيت كويزين او شيوات ام نظار نرحب بكم جديد مع وصفة جديدة وفيديو جديد نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله اليوم ان شاء الله الوصفة دياننا عبارة على كيكا بتفح مع امرأة بالكريمة الكراميل مدعق جديد ورائع رائع جدا هاد الكيكا هادي لانكم تجربوها ستجربوها وعفل ما داقي ان شاء الله ستعجبكم وتعجب العائلة ديالكم وكنت من البنات اللي اول مرة كيزوروا القناة ديالي وعجبكم المحتوى ديالقاناتي لا تقلوش عليا بالضغط على زر الاشتراك للتشجيع وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد ديالي ان شاء الله ندوزو المقادير وطريقة تحضير على بركة الله اول مرحلة نحضر الكريمة الكراميل لدي هنا كاس ديال السكر بعبار لعنبة كيف تعرفوا هاد الكاس المشرط كيهز كثر من خياس العنبة لدينا كاس العنبة ديال السكر معلقة ديال الزلدة واحد صشي ديال فاني وعننا ثلاثة المعالق ديال مايزينة وغنحتاج نص لتر ديال الحاليب اول حاجة نديروها ناخد الكسرونة ديالي غنوضح فيها السكر بوحدته وغنوضحها فوق النار مهيلة حتى يضوب هاد السكر ويولي كراميل وفي المرحلة الأخرى ناخد عيناء سكر ونضيف ثلاثة المعالق ديال النشاة مع عمرينش ونضيف القايل فقط من الحليب حيث نخلط هاد النشاة مع الفاني وعاد نبدأ نضيف الحليب سدريجي حيث نكمل نصليطر الحليب كامل في هذه المرحلة وجد عندي الكراميل نضيف له الملعقة ديال الزبدة وكيف كتشوفو راكي يكون التفاعل حاولو تردو البال من بعد ما عندوه هذه الزبدة في الكراميل نضيف عليه الخالص ديال الحليب اللي صوبص من قبل وضروري من التحريك المستمر ونردوه فوق النار حتى يدوب لنا هاد السكر تفاعل مع الحليب بارد راشي شيء عادي انه يتحجر بها الطريقة المهم هو ان النار تكون محلة غطفة يعني تكون مهيلة بزاف والتحريك المستمر حتى يدوب لك السكر كنتحصل على الكريمة بهذا القوام هذا وهذا الشكل هذا سوف نحيط الكريمة من جناب ونغطيها في الوسط ونغطيها بلاستيك غذائي ونخليها جانبا تبرد بينما نوجد الكيك ديالي بالنسبة المقادير ثلاثة ديال البيضات نصف كاس عنبا السكر بما اننا ديال الكريمة فيها السكر فلا سوف نكتر السكر في الكيكة عندي علبة الياغورت استعملوا النكهة نستعمل الكوك عندي ساشية خميرة الحلوة سبعة جرام واحد ساشية فاني ونصف كاس عنبا ديال الحليب وكاس قل ربع لعنبا الزيت ونصف كيكة ونصف كيكة ونصف كيكة حتى ثلاثة ديال كيكة نصف كيكة جزء العنبا انا اعلم العبار في الفرسي لن نحن ان يشاهدوا دائما عدنا عبر به للأسف لكي كنت لكم في الفيديو السابق هنا لم يجد أمين ونصف بهم ان شاء الله اخرى نجيبهم معي هنا طربنا البيض والسكر حتى في هذه المرحلة سوف نحييو الطراب الكهربائي ونكمل الضرب يداوي نستعمل الطراب اليدوي نستعمل الطراب اليدوي سرعت الفيديو على 4 مرات نستعمل الطراب اليدوي نستعمل الطراب اليدوي نستعمل الطراب اليدوي اضفت السكر في الممينة اضفت السكر نستعمل الطراب اليدوي اضفت الزيت والحليب ولياغورت كيف ترون معي انا عندي ثلاثة الكيسان لعنبا ديال الدقيق الممسوحين نضيف و نشوف واش خاص نزيد و لا خاص نزيد هنا تقريبا الكيكة اللي راها وجدت لا تحتش لي مازال الدقيق يعني انا راستعمل جوش كيسان عنبا ونص ديال الدقيق دائما استير ديال الكيك هو انا اللي كنكسب ورقم ثمانية مني ما كيت تمسحش قبل ما نسالي وها راها الكيك واجد اذا تمسح لك الجزء الاول قبل ما تكمليها فراها الكيك مازال خاص دقيق كيف كتشوفو هاد الدقيق اللي شاطلية من ثلاثة الكيسان هنا غناخد هاد المول هي صراحة هاد الكيكة و هاد طرطة ديال التفاح والكريمة كتجي رائع في المول الدائري للأسف الشديد ان هاد المول الدائري خسر لي فاستعملت هذا هو كبير شوية ذاك شعش هاد الكيكة ديال هاد طرطة اللي عندها المول الدائري اللي كيت تحل من الاحسن هنا غدي نخلي الكيكة ديال جانبا و كذلك الكريمة ما بقى مبرداتش مزيانة خليها كذلك جانبا وغنجيب تفاح عندي هنا ثلاثة ديال تفاحات بالقصر نحيط لهم من الزرية لهم الوسطانية و نقع كاملين وفي هذه المرحلة يمكن أن تضرب تفاح نضيف الحامض نضيف الحامض نضيف الحامض نقطع تفاح كل شرائح نضيف الحامض نضيف الحامض نضيف الحامض نضيف الحامض نضيف الحامض من الفوق. هي في عداسة ستدخل الراسة. انا ستمر بنفس الطريقة. سنكمل الكريمة لكاملة. ونضز لكي نوجد قطعة سفحة وما نصفه من الفوق. صراحة البنات هاد الكيكات جات روعة 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 جات رائعة جدا. كنتمنى انكم تجربوها. لانها بالصحة كتستحق تجريبة. كتتعليك هاد الكراميل من الداخل مع تفاح طريق من الفوق. كتعطيها واحد المضاق هائل يعني رائع رائع جدا. كلمة رائع عقلي لا بحقها وخانعين نشكرها. ما غانو فيش حقها. لون كيف شفتوا معايا. هنا كنا نحاول انني نصفف شرائح ديال تفاح ب هاد الشكل هادا. وخالفتهم باش يعطيوني هاد كامل نظر مخالف. بغتوا تديروهم غي على واحد الجهة فمشي مشكل. يعني صفوهم غي في واحد الجهة مشي مشكل. سوف نستمر بنفس الطريقة. على فكرة البنت في الوجه ديالها. انا غاد ندير لها. ما بين هاد القطع ديالتفح هاد ندرغي الشوكولات الاسود مقطع. انتوما عندكم اللوز افلي عندكم الشوكولات عندكم عندكم الزبيب. ممكن دلوح الخاليط من الزبيب والشوكولات واللوز افلي وديروه في دك الواسط ركيجي رائع جدا. أنا استعمل صراحة فقط الشوكولات هو لي كم زوفر عندي هاد الساعة وعندي حتى الزبيب ولا اني ما كيبغيوش لي بزيف. يعني حاولت انا ندير دك الشي اللي كيبغيوليا ما لاندار وانتوما كذلك دلوا دك الشي اللي كيبغيوليكم وليداتكم. احنا غاد ندخل هالفران. مشعل غير ملتحت على ميتين دراجة. أنا طيبتها على ميتين دراجة. احنا حسب كل واحدة فران ديالا فران ديالا شوية متى سخونش دغية. خليت ساعة حمرات ملتحت شعيت عليها من الفوق غير شوية لانها كذب قلون ديالها ابيض. زوقتها من الفوق بالسلساء ديال الكراميل هذه الساشي اللي كتكون مع الفلون ديال الكراميل. ممكن زوقوها بأي حاجة ممكن تخليوها على طبيعتها. وخدي نوريها لكم من دخل كيف تحصل؟ كيف تحصل؟ كيف تحصل؟ كيف تحصل معي في الاول ديال فيديو. صراحة سن البنات والله العظيم الى هذه الكيكة تستحق تجربوها. كتجي شيشة رائعة خفيفة روعة روعة يعني كلمة روعة قليلة افحقها. كانت منى البنات تجربوا هذا الكيك اللي قدمت لكم اليوم ويكون خفيف على قلبكم. وكانت منى البنات اللي مازال ما تشتركوش في القناة. كانت منى منهم تشجيع. شاركوا معي في القناة فضلا وليس امرا ومع العائلات ديالكم ومع الأحباب ديالكم وفي مواقع التواصل كان بغين شكركم جزيل الشكر إلى اللقاء إلى فيديو قادم إن شاء الله مع السلامة اشتركوا في القناة